السلام عليكم انا بكم في مامي فود النهاردة بازلنا معنا حلقة مميزة جدا بناء على طلب ناس كشير جدا طلبوا مني ان انا اعمل حلقة عن الاحتفاظ بخدرة المحش وخدرة السلطة بشكل عام ازا احتفاظ بيكون مدة طويلة بيكون لونها وطعمها زي الفل زي ما هو بيتغيرش خالص هنقول مع بعض طريقتين احلى من بعد معي طريقة زي احتفاظ بيها في رفل تلاجة عايج جدا زي ما تكون مستشريها حالا من الخضري من غير ما يتغير لونها ولا طعمها ولا راحتها بيحتفاظ بيها لمدة ما تقلش عن شهر شهر واسبوع وشهر وعشر ايام بنفس الجمال والجودة بتاعتها كمان معي طريقة تانية احتفاظ بالخضرة بتاعت المحش وخدرة السلطة من سنة لسنة بازن الله حنشوف مع بعض الطريقتين اللي احلى من بعض وكل واحد حابب طريقة يتفضل يستخدمها بس ياريت اللي يشوف الفيديو بتاعه يعجبه ما ينساش يعمل لي لايك ويعمل كمان شير ولو ما كانش مشارك في القناة ياريتو يعمل سابسكرايب وينورني في القناة ويضغط على زر الجرس ل الكل علشان يفعلوا يوصلوا كل فيديوهاتنا اول باول يلا بينا مع بعض نشوف الطريقتين التحفة اللي بازن الله هيعجبوكو جدا 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 يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم احنا طبعا عارفين ان الشتاء كله خير وكله خضرة جميلة وخضروات تحفة وجميلة جدا تشكيلة كبيرة جدا جدا من الخضروات بتبقى موجودة في الشتاء اكتر من الصيف علشان كده بنحاول احنا نستغل فترة وجود الخضروات في الاسواق بكمية كبيرة اللي احنا نخزنها من الشتاء لغاية ستيف علشان احنا بنحتاجها ما بنلاقهاش وبالزايد خضرة المحشي عموما يعني الكسبرة الشبت البقدونس احنا بنحتاج لها في ستيف لكن بتبقى موجودة بكمية قليلة او حتى لو كانت متوفرة فاحنا بيبقى في حد محتاجها ويكون مكان دي الخضروات دي بعيد عنه فبيبقى صعب بالنزول ان هو يلاقيها في الوقت اللي بيحتاجها فيه فالنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حفز الخضروات او الخضرة بتاعت المحشي بصفة خاصة آآ علشان تبقى موجودة تحت ايدينا في اي وقت نسحب منها من التلاجة على طول ونستخدمها آآ كمان هنا على طلب ناس كشر جدا طلبوا مني ان انا اقول لهم ازاي بخزن الخضروات بتاع الخضرة بتاعت المحشي لمدة طويلة آآ ممكن انها بخزنها بصراحة بطريقتين آآ في طريقة باستخدمها علشان التخزين لمدة شهر في رف التلاجة او اكتر من شهر كمان ممكن شهر واسبوع بتكون موجودة في رف التلاجة خضرة زي ما هي جميلة جدا بدون تجميد ولا اي ح حاجة خالص ولا آآ بيتغير لونها ولا بيتغير آآ طعمها ولا مزاقها ولا حاجة خالص خالص وفي طريقة تانية بخزن بيها الخضرة بتاعتي آآ من السنة للسنة آآ يعني دي بتختلف عندي احنا نستعرض مع بعض ان شاء الله الطريقتين ونشوف الكل واحد اللي بالنسبة له افضل واسهل يستخدمها تمام؟ انا باخد الخضرة بتاعتي كده بتكون جاية بشكل آآ حزم او روبط بالشكل ده آآ بحاول ان انا اول حاجة بعملها لو انا هخزنها لمدة آآ شهر في رف التلاجة فباشيل الروباط بتاعها ده وبحاول ان انا انضف الخضرة بتاعتي لو فيها حاجة صفرة كده بحاول ان انا اشيلها تمام؟ اي آآ اعود بيكون لونه مش عاجبني او لونه مش مزبوط مش اخضر مزبوط بحاول ان انا استغنى عنه تماما بس ما بحاولش ان انا اخسل آآ رابطة الخضار دي او الخضرة ما بحاولش ان انا يعني اجي بالمية نحيتها خالص ولا احاول ان انا آآ اداخل عليها نقطة مية نهائية اهم حاجة تفضل جفة كده ونشفة خالص ده من انا ما بجيبها ولو كنت جابها مبلولة او فيها شوية مية بسيط بحاول ان انا اجففها تماما ان شرط من شروط مجاح عملية الاحتفاظ بالخضرة بتاعتي المحشي لمدة شهر بدون تجميد هو عدم تعرضها للمية بشكل عام يعني اي نقطة مية تتعرض لها بتبقى غلط خالص انا مش هتطول معايا ومش هقدر احتفاظ بيها لمدة طويلة كمان الروباط اللي بيقى موجود عليها ده لو انا سبته عليها آآ وخزنته معاها آآ الروباط نفسه الجزء اللي تحته ده بيعمل مية عليها وبيبوزها وبيقلل من المدة بتاعت الاحتفاظ بيها سليما لمدة طويلة تمام فانا كده خلاص نضفت الخضرة بتاعتي حبه بقى عملت طريقة التخزين وسيطة جدا اتأكد ان هي كلها زي الفل من جميع الاتجاهات لو فيها حاجة زي كده مش عاجباني برضو بشيلها باستغنى عنها عشان اكون واحتفاظ بيها وهي سليمة مية في المية واحيانا بيكون فيها كده زي اشعة او حاجات صفرة او حاجات خاضرة بتكون ماشرة كده طويلة بحاول برضو ان انا اتخلص منها تمام زي الفل كده حبدأ بقى ااخد اي برطمان موجود عندي بيكون نضيف وجف تماما كده يضيف وجف مفوش اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة موجودة فيها بمقاسة او بسكينة بحاول اشيلها زي ما هي كده وبعد كده بغطي عليها بالغطى بتاع البرطمان بالمنظر ده السفقة الموجودة عندي بالمنظر ده بشيلها في رفت التلاجة وبحتفظ ديها في رفت التلاجة لمدة من تلات اسابيع لشهر واسبوع بتبقى زي الفل وحنشوف مع بعض بعدينا النتيجة المبهرة بتاعت استخدام او بتاعت الحفظ الخضرة بتاعت المحشي اللي مدة من تلات اسابيع لشهر واسبوع في رفت التلاجة بدون ما استخدم اي نقطة مية عليها ولا اخسلها ولا انقعها ولا حاجة خالص بتبقى في منتهى الجمال وزي الفل هنشوف دلوقتي بعنينا النتيجة المبهرة اللي كلنا هنتأكد بالصحة اللي انا بقوله دلوقتي واحدة واحدة كده مع بعض ودلوقتي انا خرجت البرطمان ده من التلاجة من رفت التلاجة لو ناخد بالنا مشابر كده معايا او معرق كده من البرودة بتاعت التلاجة البرطمان ده انا محتفظة بيه بقاله شهر وثلاثة ايام بالضبط انا محتفظة في البرطمان ده من جوه حتى في خضرة المحشي اللي عبارة عن كسبرة خضرة وشبت تمام بنفس الطريقة اللي قلت لحضراتكم عليها هنا بدون ما يتغسلوا نهائي ولا احط عليهم نقطة مية خالص وكمان ما بحاولش ان انا ااخد العروق بتاعت الخضرة بتاعتي يعني امشي عليها بسكينة او بمقصة او ازيل منها اي حاجة بالعكس طول ما هي موجودة بحالتها زي ما انا ما اشترتها العروق كاملة ده بيغزيل العرق وما بيخلهوش يبوز معايا خالص تمام لو لقينا العرق في الاخر كده بعد ما بجيبه من من عند البيع بلاقيه لونه غريب شوية او لونه غامق شوية برضو ما حاولش ان انا اقصه بسكينة او بمقصة لان طول ما العرق ده موجود معايا طول ما كانت مدة اا الصلاحية بتاعت الخضرة بتاعتي زي الفلوح طول معايا لكن لو انا استخدمت استكينة او مقصة وقصة الجزء ده ده بيقلل من العمر الافترادي للخضرة بتاعتي بخلاد بوز معايا بسرعة والبرطمان اهو قدام حضراتكم عرقان اهو ومشبر من برودة التلاجة والحاجة زي الفل من جوه هاي زي الفل ما جرلهاش اي حاجة خالص زي الفل معايا وبنفس الكيفية احتفظ بالبقدونس انا معايا هنا اااا قصبرة خضرة ومعايا كمان شباب يعني لو حابة ان انا استغبت البرتمان الواحد اكتر من نوع تمام زي الفل. حابة ان في كل برتمان احط نوع تمام برضو. وزي الفل مفيش مشاكل خالص اهم حاجة زي ما قلنا. لا يجي عليها مياه قبل ما احتفز بها في البرتمان ولا اقصد منها اي حاجة خالص عشان يكون عمرها معايا طويل. تمام? دي الطريقة دي باحتفز بها في رفة التلاجة. من اه من اولة بحطها لغاية اسبوع اسبوعين تلاتة اربعة خمس اسابيع كمال بتبقى زي الفل. بدون ما ادخل عليها نقطة مية خالص واحنا كده متفقين على احتفاز بالخضرة لمدة من شهر لشهر الاسبوع اه في رف التلاجة. تمام? في بقى طريقة تانية. هخزن بها الخضرة واحتفز بها من سنة لسنة يعني من فصل السيف لفصل السيف اللي بعد او من فصل الشتاء لفصل الشتاء اللي بعده. الطريقة التانية دي بتكون في الفريزر طبعا. بجيب الخضرة بتاعشه برضو بنضافها. من الموجود فيها سواء كانت حاجات صفر او حاجات الوانها مش عجباني. وبعدين بنقعها او برقدها في مية يعني من ربع ساعة كده لمصف ساعة. مرتين تلاتة بس دي اول مرة للنقع حقيقي هنشوف بقى مع بعض ناتج النقع كده. كل الحاجات الاتربة بتاع التربة بتنزل في مية النقع زي انا وحضراتكم شايفين عشان كده ضروري جدا جدا ان انا رقدها مرة واتنين وتلاتة. تمام? انا هستغنى عن المية النقع دي وهنقعها كمان مرة وبعدين حرمي المية وهستغنى عنها. وفي المرة التالتة هحط في مية النقع نقطة من آآ الخل علشان اضمن ان هي ما تكون يعني نقية معي تماما. وبعد المرة التالتة دي هجففها ونرجع تاني مع بعض ونشوف ازا هنحتفظ بالخضرة بتاعتنا من السنة للسنة. وبعد ما هنقعت الخضرة بتاعتي تلات مرات وفي كل مرة باستغنى عن مية النقع لكن في المرة التالتة بحاول لنا احط فيها النقطة من الخل زي ما اتفقنا بنشيلها كده وبحاول لانا اجففها بالطريقة دي. عشان اضمن هي اجفت معي تماما. على فكرة لو انا الخضرة بتاعتي آآ كانت آآ شفيها اتربة واضحة جدا وانا باشتريها وشايفان هي مش آآ مش نزيفة يعني بحاول لانا قبل ما نقعها بحاول لانا اخسرها تحت مية جارية من الحنفية لغاية ما تأكد ان هي كل الاتربة آآ اللي كانت موجودة عليها وباينة واضحة. نزلت تماما بابدأ بعد كده انقعها او ارقدها في مية ثلاث مرات زي ما قلنا والمرة الثالثة فيها نقطة الخل بعد كده هبدأ ان انا اقطع الخضرة بتاعتي ان ارجع تاني مع بعض. وهبدأ قطع الخضرة بتاعتي على فكرة طريقة الحفزة تي بتسري نفسها بالضبط بكل اللي هزافرها مع الكرة ومع البقدونس الشبط الكسبرة مش بس نوع واحد باستعملها في جميع انواع الخضرة واحتفظ بيها من السنة للسنة بمفس الكلفية اللي حضراتكم بتتباها معي واحدة واحدة تمام انا قطعت الخضرة بتاعتي كده خلاص عايزة احط بقدونس وشبط مع بعض تمام عايزة احط بقدونس وشبط وكسبرة تمام عايزة احط كل نوع لوحده تمام زي الفل هنشوف مع بعض بإذن الله كل حاجة عملي مع بعض. انا شو بقى اطاعت الفضرة خلاص. هتبقى اطاعت اطاعت في اسم كياس التلاجة المجيفة زي الفل خفضة بقى انا اعمل حاجة مهمة جدا. افررها كده دو سي ستلاجة تمام وبيخل. الام كده برقى عندي وبكون مجهزة. علشان اكتب نوع فضرة لما اختفز بيها جي ايه. بقدونس بكتب نجي بقدونس بس انا رحيم. تمام. انا اكتبت كده. بقدونس. وحب ده ااخد. الاواضح قدام حضراتك كل الفضوار. حد اكتب رول كده. ببعنا لفيت رول كده. هنشوف مع بعض حالا. علشان عندي استحبق انا الحاجات دي قريجي انا مجمداها. وعمل الحاجات دي موجودة عندي في الثلاجة على طول. معي هنا كرفس. ببنا باجي فخح. ده الاسم مكتوب قدامي كرفس. بفارك ان انا اللي هاسحب لانه ده كرفس. وهكذا بافتح. اول ما بوصل للكدرة بتاعتي. بدا اخد اللي هنسيلي. وروح تصرافة كده. ومدخل ايدي جوه تسيس. واسحب اللي انا عايزاه. وكمل نفسي تاني. واحتفظ بيها تاني. من غير ما تخطي تجنيج حالس معي. بس عدمها هو مجمدا. ورجعها تاني ما كانها في الكريزر وهي مجمدا. وبنفس الطريقة برضو. عندي هنا بق دونس. بنفس الكيفية. نخزنها بنفس الطريقة جارد رول. اللي بحتاجه باسحبه. الجزء ده راح كسراف. وبيكون مجمد كده. باسحبه هو مجمد وابستماشن الحاجات بفكها. لشان ما تفتش كميتها الغذائية. اتمنى اكون وضحت كل حاجة في الفيديو. يا رب يكون كل حاجة وصلت حضراتكو. نخزن الحاجات الجميلة جينا. ان حقيقي الحاجات جيكتبقى كنزة موجود جوه البيت من غير ما نحصة خالص. لما بنحب ان احنا نستخدم الحاجات بلاقية تحت ايدينا في اي وقت. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكو. اسطبكو في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله. وبكده اكون وضحت طريقتين مهمين جدا جدا للي احتفاظ بالخضرة. طريقة احتفاظ بيها في رفة طلاجة لمدة ما تقلش عند شهر بل بالعكس ممكن تزيد اكتر من شهر. شهر وعشر ايام او شهر واسبوع في رفة طلاجة عادي جدا. ممكن استخدم الطريقة دي. احتفاظ بيها احتفاظ بالخضرة بتاعتي علشان استخدمها مش بس للمحاشي لا كمان للسلطة. في اي وقت احب اخد اي نوع يكون تحت ايدي عاص طريقة كده استخدمه بسرعة. كمان معي الطريقة تانية اللي احنا قلناها مع بعض علشان احتفاظ بيها لاكبر مدة ممكنة من استنى الاستنى ومن الفصل للفصل. اسبكوا في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله.